لح نبدأ الآن واللي بيحب بالتحق يرجع فينا بس قبل ما بلش نحنا لح نرجع شوية للضابط العدنية والضابط الإدارية نحنا قلنا أنه الضابط الإدارية هي بتبلش بالشي الضابط العدنية بتكمله العدلية هي الأرار بمعنى الإدارية أكتر إلى علاقة بالإدارات إلى علاقة بالتراتبية الإدارية إلى علاقة بالوظائف يعني وصيفة مدير عام رئيس مصلحة هذو بيعمل بين بعضهم تدابير هاي التدابير بيسموه ضابطة إدارية يعني بياخد فيه مذكرة إدارية بيعمل فيه عقوبة إدارية عقوبة تأديبية بيحسم له من الراتب أو على الأقال مثلا بيأخره تدابير يعني فيه شيء له علاقة الإداري إداري وإلوه أكثر الإداري علاقة ببنج الشورى الدولي يعني إذا واحد بالضابطة الإدارية أو بالسلك الإداري صار عنده مشاكل مين بيلجأ ينصف ينصفه إذا كان هو مظلوم بيلجأ إلى مجلس الشورى مجلس الشورى هو المحكمة الإدارية للي هني بالقطاع العام عادة يعني إذا رئيس مصلحة أو مدير عام أو رئيس دقرة حدا شيله من وظيفته تعسفا يعني مجلس مزرع أو وزير أو حدا سلطة أعلم منه بيلجأ إلى مجلس الشورى مجلس الشورى بيدرس له ملفه إذا كان هو مظلوم يريد طلع عرار أنه يعادته إلى مركزه أنه هذا التخص بحقه وعرار غير صالح يعني عرار بيكون مش مأخوض بطريقة صحيحة عم تفهم علي؟ اي اي ماشي الحال ماشي الحال اوكي استاذ شكرا هيدا عم نحكي نحن بالضابطة الإدارية العادة في شي بيكون مخلوط بين الإداري والعدلي إذا قلنا قوى الأمن الداخلي قوى الأمن الداخلي بتكون بمحل إداري ومحل تاني عدلية يعني القوى الأمن بتكون إدارية وقت اللي بتعمل حاجز بتسكيب الطريق بتمنع السير بتحول السير بتعمل شغلات للمواطنين بتقمع مظاهرة كذا هيدا بنسميها ضابطة إدارية أنت بتصير ضابطة عدلية القوى الأمن بتصير ضابطة عدلية وقت المرفر حدا بيشتكي على حدا بيجي المرفر بيفتح محضر وبيعمل تحقيق ساعتها بيصير هذا الضابط أو الرئيب اللي فتح المحضر هو علاقته ما عدتش برئيسه بالضابط اللي هو بيؤمره أو بالمسؤول عنه صارت علاقته علاقته الإدارية فقط مع الضابط ولكن علاقته العدلية صارت مع المدعي العام أو النائب العام وبالتالي بيصير هو هون بلش يصير تقريره أو محضر تحقيقه محضر عدلي صارنا رحنا على ضابطة عدلية الضابطة العدلية هي المحاكم يعني المدعي العام والمحقق لقادي التحقيق لغيره ولا يطلعوا أحكام هيدا رحنا على الضابطة العدلية فهمت الفكرة عم بيحكي باختصار الموضوع يا سيزي نرجيس اي 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 اوكي اوكي ماشي الحال ماشي الحال بس انا مش عم بفهم شو العلاقة يعني ليش بالتدرج اللي عم يمشي في الكتاب بلشنا المبحث الثاني ضمانات الانونية حكينا عن دور المحاكم والضمانات الانونية وليش رجعنا حكينا عن الضابطة العدلية مش هي ذاتة نفس الموضوع ونفس الموضوع نحنا عم نحكي نحنا عن محاكم يصال الحق الى صاحبه يصال الحق الى صاحبه احيانا اداريا يعني اذا انا بالوظيفة حدا تعدى علي مين بينصف لي حقه شوعة المحكمة على الضابطة الادارية او على مجلس شوية الدولي هيدا ما محكمة هي او الضابطة العدلية وقت اللي بكمل التحقيق بروح على المتهم على المحكمة يبلش من المغفر عند الضابطة الادارية بيتحول لعدلية بروح على قضي التحقيق صار ضابطة عدلية يعني عمليا صار رعا على المحكمة يعني صار هيدا كمان له علاقة بإحقاق الحق لهذا بقلنا هاو دي له علاقة بالشي اللي عم نقوله نحنا الموضوع العدالي بمعنى انه دور المحاكمة الضمانات قانونية يعني هاي ضمانات قانونية اسمها وبعدين فيش نحنا ما حكيناه وما فصلناه ونالكم تقروا اللي هو المجلس الدستوري ونالكم تفاصيله بتراجع الصفحة 138 بالكتاب وعننا المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كمان بالصفحة 140 بالكتاب تقروا هنها لانه بس واضحين بس هم تاخدوا فكرة عنه تقروا هن قبضنش من الشاح الكونيون هاو دي مجرد ما عم تتقروا هنها حتى تعرفوا كيف قيلية تعيينه وكيف يحكم والاكترية وشو صلاحياته ومع مين بيتعاطى وواضحين وبكرة اذا حدا بيان معه شي مش عارفه بتحكولي تمام اوكي شكرا استاذ شكرا اليوم نحنا بنا ننتقل على الفصل الثالث اليوم اللي هو الحقوق الاجتماعية والعدالة الاقتصادية يعني نحنا كنا عم نحكي نحنا هلأ نحنا وقتلنا بالفصل الثاني اذا بتذكرين شو كنا عم نحكي نحنا بالحقوق شو كنا عم نحكي نحنا هلأ قبل بالدرس القبل كنا عم نحكي نحنا بشي تاني الو علاقة مثلا بمبادئ معينة غير يعني كل مرة عم نحكي عن شي المرة الماضي نحنا كنا عم نحكي عن شي الو علاقة بغير الموضوع اليوم يعني حكينا بدولة الحريات السياسية وضمانات قانونية حريات سياسية قلنا حرية رأيه حرية تعبير ومرضق فصل السلطات وغيره ورحنا على الضمانات القانونية فتنا على دور المحاكم ووظيفة المحاكم ورحنا على الضابطة الإدارية والضابطة العدلية واضح؟ هلأ اليوم بدأ نكمل بنفس السياسية ولكن عم نتطور أكتر باتجاه الحقوق الاجتماعية أننا اليوم فإذا نفصل طبعنا اليوم الثالث اللي هو بالصفحة ستين حقوق اجتماعية عدالة اقتصادية شو يعني حقوق اجتماعية وشو يعني عدالة اقتصادية هؤلاء اللي بنا نشرحهم اليوم نقول أنه النشاطات الاقتصادية بدأ عناصر عدة يعني يعني حتى واحد يقدر يقوم بالاقتصاد بشكل كامل وتام ويقوم بالدور المطلوب بدي يكون عنده من له ركائز بعمله منها أول شي بدي يكون حرية اقتصاد يعني فيه حق ملكي حق فردي ممارسة حرية تجارة حرية صناعة العمل بدي يكون له مرتكزات وضوابط فإذا بدي يكون مستلزمات العامل له حقوق وعليه واجبات بده يتأمل له مسكن ملبس عناية طبية بده خدمات كلهم هودين بنسميهم بيدخلوا بباب الحقوق الاجتماعية العدالة الاقتصادية هي تحميها الحقوق الاجتماعية مثل ما قلنا نحنا الحقوق السياسية ورأي عام الحرية رأي بتا من يحميها يعني حتى ما يتعسفوا بمنعوا أو إذا واحد استعمل حقه بالسياسي أكثر هو بدنا نروح على القضاء لحتى نوقفوا عند حده فإذا اليوم نحنا عنا مبحثين مبحث أول هو حقوق اجتماعية وليس أحكي سريعا شو يعني حقوق اجتماعية بنخذن طررنا إلن هلق شوي هو العمل شو يعني حقنا إنه نشتغل وحقنا وبالشغل يكون دائم مش إنه والله أنا عم بيشتغل وكل يوم صاحب العمل سيعتل بده بيفللني حقيقي إني أضرب حقيقي أعملني أبات لحتى تحميلي حقي كمان حقي بالعمل إنه هذا العمل يكون دائم مش إنه والله أنا مثل يعني يعني عظاهر الضبع يعني سيعتل اللي بده وصاحب العمل بيقلعني من الشغل أو بيعطيني معاش مثلا لا حق المطلب الثاني بالحقوق الاجتماعية هو إنه حقي إنه يتأمن لضمان صحي إنه بتيتعالج بتيتحكم بالتالي لحتى كما أمرض بدي حقي بغزا صحيح حقي بسكن كمان هودين ومطلوبين المبحث الأول اللي هو حقوق الاجتماعية المبحث الثاني اللي هي العدالة الاقتصادية شو يعني الاقتصادية على مشتوى العام يعني نظام الرأسمالي الحر بده عدالة وقاله بيصير محتكر وجشع وبالتالي بيصير طبقة أغنية على الحل وبطل الفقير إلى محل له السبب مطلوب يكون عندي بالعدالة الاقتصادية مساوية وعدالة وبده يكون عندي أهمية إنه يكون القوة والاقتصاد أهمية القوة والاقتصاد لما يعطي الدولة اللي بتعتمد هالنظام من المرتكزات يثبت له وضع يعني تقدم اقتصادي تقدم ثقافي كل هنهو دي بيعطوا ممارسة صحية سليمة لمبدأ القوة بالنسبة للعدالة الاقتصادية هذا باختصار لحنبلش هلأ بالتفصيل هذا عنده سؤال أو استفسار أو بلما أبلش مكتوب عندي بالكور هو حقوق اجتماعية وعدالة اقتصادية بعدها مكتوب حقوق اجتماعية نعم أوكي هي مقصودة عن بعدها لا انتبهوا الفصل الثالث هذا فصل اسمه الحقوق الاجتماعية والعدالة الاقتصادية الفصل بسياءه نحن شو بنقول اذا بترجع بالصفحة الستين بقول بهذا السياء سنعالج هالموضوع اللي اسمه حقوق الاجتماعية وعدالة اقتصادية بمبحثين اثنين المبحث اول حقوق اجتماعية مبحث ثاني عدالة اقتصادية او دي هن العنوان كل واحد قلوه تفصيل لحال بس هن بيكملوا بعض يعني مبحث اول حقوق اجتماعية لحنا كنت عم بحكي عنه أنا هلأ شو يعني حقوق اجتماعية مبحث ثاني عدالة اقتصادية شو يعني عدالة اقتصادية واضح يا فوسر واضح دكتور ناشي زائم اوكي حدا عنده شي من حسن شو يا حسن مش عم نسمع صوتك مبين لا دكتور حسن مش معنا حسن هيتو طيب نحن لاحن نكمل فإذا حقوق اجتماعية بالنسبة للحقوق الاجتماعية شو المقصول بالحقوق الاجتماعية الحقوق الاجتماعية يعني الضبانات اللي هي السماح للمجتمع المدني والاهلي بانشاء جمعيات حقوقية اجتماعية نقابية الهدف من هذه الجمعيات تحمي هيدا الحق وبالتالي بتكون هي لها الدور بتأمين العدالة من خلال حق أساسي للمواطن للفرد بما يعني حقوق الانسان بشكل جماعي من هون بهال الحق الاجتماعي بهال مبحث اللي له علاقة بالحق الاجتماعي لحنقصوا نحن لمطلبين يعني فقر تاني مطلب أول حق بالعمل وديمونته وضمانات هالحق وحق بالاضراب وإنشاء النقبة فإذاً بالمطلب الأول عندي حق بالعمل وديمونته وضماناته وعندي بالمطلب الثاني الحق بالاضراب وإنشاء النقبة فإذاً نحنا مناخد عنوان عام عريض ومنفرعه تكونوا عم تتبهوا معي وتكون عم نشرحه وأنتو عم تقرؤ الكتاب مبواب مفصل بشكل أنه يعطي توازن فيه فإذاً قلنا الضمانات الاجتماعية هي اللي بتأمن للمجتمع عدالته وحقوقه من خلال المجتمع مدني وأهلي وغيره شو اللي بيأمن له هالعدالة هي الجمعيات الحقوقية والاجتماعية والنقبية وغيره من هون أهمية العمل يعني العمل أنا عم بشغل أنا مواصف كل إنسان حقه أنه يكون عنده عمل حقه أنه يشتغل لحتى يأمن أجر وبالتالي لحتى يقدر يعيش يعني ما فيه إنسان يعيش وهو عاطل عن العمل النام يعيش في بعض الدول هي بتأمن للمواطنين بدل معيش يعني تأمنه مثل الراتب اللي يعيشوا بانتظار تأمن لهم فرص عمل بس إذا ما في إذا بس يصير عنده فرصة عمل توقف عنه الراتب هؤلاء الدول تحترم حالم أنا للأسف وفي دول العالم التالت والدول الفقيرة والدول النامية والمتخلفة وشو ما بدكم بتسموها بعدنا الواقع مختلف ونهوم يبلش أكتر أنه يكون عندنا إمكانية أنه نعمل تجمعات تجمع بيعطي جماعة يد الله مع الجماعة لحتى نقدر ناخد حقوقنا من خلال التكتل يعني مثلاً يوم اليوم بلبنان في إضراب يعني أبيت السوائين ليش؟ لأنه صار لهم فترة بيطالبوا أنه هن بطل فيهم يشتغلوا وإذا اشتغلوا صار إجت التاكسي غالي لأنه غلى البنزين غلى الضع الغيار غلى الزيت غلى كل شيء صار غالي بالسيارة صار بالتالي أجرت الراكب يعني السيرفيس صارت غالي جداً المواطن بطل يقدر يتحمل والسائق يعني صار مش عم بيلاقي شغل أساسي وإذا اشتغل بدو يشتغل مش كتير بيربح مش عم يكفي عيده عم يضطروا اليوم مثلاً يعملوا قطع طرقات ومدرشو تعبير عن رائمين إذا واحد لحاله كل مواطن لحاله ما فيه يعمل شيء هني عاملين نقابي هالنقابي بتصير عمل جماعي بتحميهم وبتصير الدولي تحتلم رأي الجماعة لأنه بالتالي ما فيها تحبس واحد أو اثنين قطع طريق بس تكون على مستوى البلد أبعش يقوموا بإعقابهم بصير العقاب الجماعي بصير يؤدي إلى كمان الانتقاص من حق الإنسان لها السبب إجت بس قلت النقابات والجمعيات والمجتمع الأهلي والمدني وغيره كلها لحتى تأمن هذا الحق وهذا الحق الفردي للإنسان هو الحق اللصيء بكل إنسان وبالتالي لأنه مثل ما حكينا سابقا الدستور اللبناني التزم بمقدمته بالإعلان العالمي لحق الإنسان دائما منقولكم عنه الإعلان العالمي حول الإنسان بالمدني 23 هالإعلان شو إجاه في القول واللي التزم في الدستور اللبناني لكل شخص الحق بالعمل وله حرية اختيار هالعمل بشروط عادلة مرضية يعني بالتالي ما في حدا يجبره على عمل هو واحد هو ما بيقدر له وما بيرغبه كما إنه له الحق في أن يكون مقبيل هالعمل في معاش في أجر هذا الأجر بده يكون كيفي ووافي على الأقل لحتى يقدر يعيش بكرامة لائقة هو وأسرته وهذا ضمنت القوانين الدستور اللبناني والتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنها منلاحظ المعنى القانوني أصبح هذا الالتزام هو التزام قانوني على الدستور اللبناني يعني على الدول اللبناني يعني على الأجهز اللبناني أنه تحمي وبالتالي هذا صار وزارة العمل مثلا هي السلطة المخولة التي تحمي العمال وترقبلهم حقهم وبتمنى حدا يتعدى عليهم وبالتالي أصبح العمل تبع أي شخص يشتغل فيه إله قيمي وبالتالي ما بيعود صاحب العمل هو بيقدر ينال منه بدون وجه حق صار ما في يحرموا من حقه من أجرته من طبابته من كل المستلزمات العيشية الكريمة كمان بالإضافة لهذا لدينا قصة الديمومي أنه هذا العمل أنه يصير العمل مش مؤقت مش يومي مش فردي وإلا بيكون فيه بعض تعسب العمل لحتى يكون المواطن مستقر بحياته بده يكون عمله دائم العمل الدائم يعني بده يصير مسبت إذا كان بالدولة وبملاك الدولة وإذا بيكون بقطاع خاص بده يصير عنده تثبيت يعني ما فيه تثبيت يعني أو بالملاك يعني بطل فيه مما بده بيشيله وبيحطه صار إله الأنون بيحميه ومن هون إيجت الدولة تطبق الأوانين لا تحمي هذه القواعد هذا الإضافة لهذا الموضوع شو اللي بيحميه إيجا حق الإضراب فإذا إله حق أنه يأضرب يعمل ضغط مثل ما عم نقول اليوم السواءين ما أضربين حتى عطرقات كذا غير حدا بينزل على الشرع يعني مظاهرة فإذا الحق بالإضراب هو حق كمان بالأنون لأنه بالتالي هذا الحق الفردي بشكل جماعي يعني هو الحق لتأمين الأفراد للأفراد حقوقهم من خلال وسيلة اجتماعية جماعية بالطالب بحقوقهم رغم أنه بلبنان يعني هذه ملاحظة بالقطاع الدولي الرسمي ممنوع يكون فيه إضراب لأنه بالأنون اللبناني كل واحد بنقطع عن عمله خمسة عشر يوم بشكل متواصل يفصل من عمله يعني بالأنون بحكم الأنون فيه إذا الواحد نقطع عن عمله لحاله عن خمسة عشر يوم عمل يوم فيه الدولة تكبه برة العمل ويصير هو مقطوع عن العمل وبالتالي وكأنه صبح خرج العمل هذا بالشكل هلأ بالمبدأ ما عم يتطبق لأنه نروحنا على الوسيل الجماعية اللي هي النقاب التعونية أو اللي هو صار عندنا قطاع مثل ما منلاحظ أنه هلأ نقابات مثلا بالمعلمين عملوا رابطة ما فيهم يعملوا نقاب للمعلمين لأنه بالقطاع العام ما في نقابات عملوا رابطة يعني احتلوا على الأنون حتى يعملوا تجمع الرابطة يعني النقابة عادة بتكون بالقطاع الخاص نقابة المعلمين بالقطاع الخاص بينما بالقطاع الرسمي عندنا الشيء اسمه رابطة الرابطة هي مصطلح تفق عليها لتحميهم للجماعة لأنه ممنوع عندهم الإضراب كاللي هن بالقطاع العام ومن هون منلاحظ أنه أهمية قوة الضغط لإلها فعالية والتأثير بالتالي لتأمين هذه الحقوق اللي بيكون شلحين إياه هلأ بالنسبة للتنظيم النقابي عند الماديتين 83 و84 من قانون العمل بتنص على أنه في كل فئة من فئة المهن يحق للأجراء أن يؤلفوا نقابي خاصة بهم على أن تنحصر غايتها في الأمور لمنشأنا حماية المهن والتشجيع ورفع مسواها والدفاع عن مصالح والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية هذا قانون العمل بس هذا أكثر له علاقة بتنظيم المهن بالقطاع الخاص من الملاحظ كمان أنه قانون العمل ربط غاية النقابي بالمهن يعني ما ربط النقابي بالشخص يعني ربط أنه نقابية عمال الكهرباء نقابة كذا مش نقابة هني بيخترعوها عامة لكل الموظفين لا كل المهن كل المهن لها نقابة لحال هذا الهدف من هاي النقابات هي رفع المستوى لهم المواطنين ومحافظة على معاشيتهم وعلى مصالحهم وعلى مكتسباتهم بالنسبة للعاملين من المصالح المستئلة والمؤسسات العامة فهني عادة عندهم هي مش أكبر مثل ما قلنا القطاع العام يعني بالدول اللي بوظفية دولة ما عندهم هي مش كبير لحتى يتحركوا ضمن إضرابات ونقابات تاكن هالأفلتين البلد عندنا بس بالأصل مثل ما قلنا نحنا إذا واحد بيقدرب بدون وجه حق وبالنفرق بخمسة عشر يوم بيكبوا برات الشغل تبك النقابات بتتوتع بالقطاع العام اللي له علاقة بالمصالح المصالح المستئلة والمؤسسات العامة غير الدولة يعني وقتل نقول نحنا ملاكات الدولة يعني وزارة التربية الحوضن بس وقتل نقول أنا وزارة التربية وزارة العمل وزارة الاقتصاد وزارة الثقافية أي وزارة ها بنسميه ملاكات الإدارة العامة بس وقتل نقول أنا مصالح المياه مصالح مصالح الكهرباء يعني كل مؤسسة إلها كل مؤسسة إلها مجلس إدارة يعني بطلت خاض على الوزير مباشرة هاي بصير إلها مجلس إدارة فبالتالي اللي هي مجلس إدارة هو السلطة الأساسية تبعا يمكن يكون الوزير إلوه سلطة وصاية عليهم ولكن هني مش خاضعين للوزير لها السبب فين يقول أنا مصالح المياه مصالح تبع عمل المياه والكهرباء النقل المشترك النقل العام السكك الحديد هالقطاعات هايدي حتى مثلا مجلس الماء والأعمار جنوب هالمجالس كمان كلها هايدي مصالح مستقلة وبالتالي هي إلى صفة عامة ولكن هي مصالح مستقلة إلى مجالس إدارة لأن إلى مجالس إدارة صار أنها هي مش أكبر بالتحرك عم تفهموا علي بس يمكن عم تستعجل شوية بس إنه حتى صبايا شباب ايه دكتور في ناسألك سؤال صغيرة سمحت ايه تفضل معلاش لو شوية هيك السؤال يمكن مش كتير متعلق بالموضوع اللي عم نحكي فيه بس ما أمنوا نحكي عم نحكي عن الإضرابات وهيك إنه شو علاقة معلاء يعني تندوق النقد الدولي مش لازم يلتزم ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقطاع العام إنه على أي أساس بدوا ينحكي عن تقليص القطاع العام لنسبة أقل من 10% بأي حق بدوا نقاشطوها الموظف هالصلاحيات اللي هي وصلت له هل هالشي يعني هل هالشي مسموح دولياً أنه يصير لأنه كتير عم ينحكي بهالأيام عن هالمسألة هايدي فيارات هيك شوي بتوضح لي الموضوع يعني نارجس اللي عم تحكي هالو هاي عم بسمعك أستاذ دكتور هاي لأيكي بالنسبة لصندوق النقد صندوق النقد هو عملياً منه ما إلو علاقة لا بقطاع عام هو أكتر إلو علاقة بقطاع خاص صندوق النقد ليش صندوق النقد هو شي ما إلو علاقة بالواقع تبعنا ولا إلو علاقة بالسلطات صندوق النقد هو مجموعة مجموعة صندوق يمكن تيبع على قريب من أول المتحدة ولكن بتسيطر علي الولايات المتحدة بتسيطر علي بالسياسي وهي عملته كمنهجية اقتصادية للدول بالدول اللي هي إلها علاقة فيها أو اللي بتحميها أو اللي هي يعني تقريباً خاضعة لامتيازاتها صندوق النقد عادة صندوق النقد والبنك الدولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ها أدوات للأمم المتحدة لكن تتحكم فيهم السلطة الاقتصادية زيادة الرأس مال الحر يعني الولايات المتحدة وأوروبا واليابان الدول اللي عندها نظام اقتصادي حر هي أكبر المساهمين فيهن هن صاحبين الفكرة يمكن الروس والصينيين والناس التانيين التحقوا بهذا الصندوق لاحقاً ولكن مش هن مؤسرين فيهن اللي بعينه المحافظة تابعه والمسؤول هن عادة الأمريكا والأوروبا واليابان فصندوق النائد هو مثل سلطة صار خاصة تتجي بتقرر أنه أي دولة هي بدأت تحميها بدأت تطلعها من أزمتها بتحط له شروطة شروطة شو هي ما بيهم المواطن كتير بيهم أنه هي إذا دفعت فلوس تقدر ترد فلوسها مثل البنك كيف البنك عندنا في لبنان على مستوى البنوكي البنوكي الخاصة أنه أنت بتروح تديني مصاري من البنك البنك بده يعمل ضماني ليرد مصاريه بده يسألك شو بتشغلي ومنهم بدك ترديله المصريات وكيف بدك تأمني تدفع الأقصاد وبدك تدرس وضعك إذا أنت عم تحكي مزبوط ولا عندك كفلات يعني بمعنى أنه شو بتشغلي قداش مع عاشك بالشهر قداش بديك توصر فيه وقداش بيبقى معي تقدري تصدي هالديون يعني صندوق النائد بحافظ عمصرياته يعطيكي مصاري يعني بيعطي لبنان مصاري بس لحتى يعطي لبنان مصاري بده يكون لبنان بيدرس وضع لبنان وقادروا ردله الأقصاد والديون تابعوا مع فويدهم ولا لا من هون بيجي بيقوله أنه أنا بيعطيك مصاري بس أنت ما فيك تبيع الكهرباء الخيصة بدك توقف الدعم عن الخبز وعن المحروقات وعن الكهرباء وعن كل هذه المواد الأساسية للناس لأنه إذا بدك تدعمهم ما بغير تجيب مصاري بدك تبقل فيك تعطيني مصرياتي وله السبب صندوق النائد أهميته فقط في لبنان لبنان هلأ والمصلحة معه شو هي لأنه لبنان بطل فيه سئة دولية فيه بطل حدا يدينه لبنان كان عنده مشكلة وقت كانت الدول يدينه وكان عم يدين مثل واحد بيروح على البنك هو على ديون ولكن لبنوكي وعنده سئة فيه معروف أنه فلان معه مصاري عنده عقارات عنده أراضي أبي ينكسر يعطوه مصاري لبنوكي وبيرهن لهم هلأ لبنان وصل لمطرح بطل فيه سئة دولية فيه لأنه من 2019 2020 بطل يوفي القروض اللي كانت عليها يعني ما دفع الأقصال اللي كانت مدينة اليوروبانت تبعه وله السبب بطل فيه سئة دولية فيه نزلوا له الاقتمان تبعه بطل حدا يسترجي لابدوه مثل واحد مفلس إذا واحد مفلس أبيعش حدا يدينه لبنان مفلس بطل حدا يدينه بدوها لأنه صندوق النقد ييجي دينه بس يدينه صندوق النقد بسيروا المؤسسات الثانية اديمه لأنه بتقول إنه إذا صندوق النقد دين للبنان يعني عمل ضوابط يعني صندوق النقد درس أموره صار المؤسسات ذات الاخطاع الخاص ما عنده مال ويوسأ ويعطوا لبنان لأنه طالما صندوق النقد دينه يعني صندوق النقد ما بيحط بصرياته إلا ما يتأكد أنه مصرياته لحيرجعون لحيتأكد أنه بيحط إيده على قطاعات معينة صندوق النقد ليحمي المصاري يدفع عم تفهمه وعليه يعني واضح يا ستنا جيت أنا عم بسألك السؤال لأنه نحن عم نحكي هوني عن حقوق العمال والعمل والدايمومة العمل والضمانات وغيرها على ما يبدو الأمور ميشي بلبنان بطريقة أنه يابا أنتو يا عمالي اللي عم تقبضوا هالمعاشات لهذه اللي قدموا استقالتهم وفلوا كرمال نحن نحقق الأشياء اللي طلبها مننا صندوق النقد الدول لأنه نقلص القطاع العام لأقل من عشها بالله على ما يبدو بيشل الموازني اللي عم تنعمل الموازني حطوا فقرة أنه عدا بالقانون اللبناني اللي بدو يستقيلوا من الوظيفة العامة بدو يكون إله بالخدمة أكثر من عشرين سنة بالملاك حتى إله حق يطلب بتعويضه ويأخذ تصريحه من الدولة وبيأخذ تعويضاته بفل كان ممنوع وقال إذا بدو يفل قبل عشرين سنة ما يقلوا تعويض هلأ شو عاملوا بالموازني حطوا أنه تشريع يوافق مجلس النواب علي أنه بصير على خمسة عشر سنة يقدر يفل شو عام يعملوا لحتى إذا القطاع العام حدا بدو يفل أنه الرواتي بقاليني وبطل تكفي فيله لأنه صندوق النقد طالب من الدولة أنه دولة على مستوى لبنان بحجم الدولة اللبنانية بحجم إيراداتها ما فيها تحمل ثلاثمائة ألف موظف بدون ينزلوهم لسبب هني عم يسهلوا هالطريق لحتى إذا بفل قصمة كبيرة من القطاع العام لحتى لأنه صندوق النقد عم بيقولهم بدكن توقفوا الدعم وهني يوقفوا كل شيء يعني بلبنان في الزمان كان صندوق النقد كان يقول ممنوع يندعم البنزين ممنوع يندعم المحروقات ممنوع يندعم الأدوية ممنوع يندعم حق شيء وقال لأ أنتوا راحين على الهاوية بس كانت الحكومات بالسياسة لغايات انتخابية وبمزايدات وبكذا كل واحد بده يجي هو على السلطة يعطي تقديمات للناس ليبثن أنه هو منيح ليأخذ أصوات ليضل بالسلطة بس بالتالي العمل اللي كان فيه عدم ضبط إيقاع وصلنا للسلطة يعني نحنا كنا عم نصف على الكهرباء بعد سنة مليارين مليارين ونص دولار ومش عم تجي الكهرباء عنا وفي موالدات بالتالي فهم كنا نحنا عم نستنزف حالنا كهرباء وغيرها بس عم بيأكي أكتر خطاع استنزف الدولة اللبنانية والخزينة اللبنانية هو خطاع الكهرباء رغم أنه الكهرباء بالسابق كانت تربح وكانت طلع مصطاري وعنا نحنا يعني أنا من منطقة أو سيكي من منطقة تشتورها عنا كهرباء زحلة شركة امتياز خاصة اخذي امتيازها من الدولة بتربح هاي الشركة بتربح يعني هاي الشركة بتربح ما بتخسر وبتربح مليه عسعد ناكد رئيس الشركة وهو صديقي وبيخبرني كان يربح بس هلأ خلص امتيازه واخذته الدولة منه هلأ هو عم ياخذ إدارة بس عمليا الإدارة بس تندار صح وبس يكون المدير حريص على شغله وبس الدولة لعنا صايرة مثل عجلة دولة بلا مؤخذة يعني عمليا مما بدوا بيبول إيدوا فيها وصاروا مش عم يدوروا وهم يحشوا موظفين فيها لانه فيها صارت استزلام ومحسوبيات وغيره كبر القطاع وكبرت الرواتب ومش عم بلوموا كمان الشركاء يعني ما عم يضبوا الفواتير وكهرباء الدولة بتبعوها بسعر كتير الخيس يعني وقت لحد اليوم بعده كيلو الكهرباء بيبلش بـ 35 ليرة وعم بيكلف اليوم بالموالدات حدود 9000 بالكيلو الدولة قداش عم تبيعه عم تبيعه بـ 35 ليرة الأول 100 كيلو وبتوصل لـ 120 ليرة بالـ 500 كيلو بينما عم نشتري من الموالدنا احنا 9000 ليرة فبدأت قيم الدولة فإذا المحروقات اليوم صار يعني 350 ألف تنكة المزوت فبالتالي بطل في توازن بالـ قبل كان في مشكلة وقبل ما فيش ابيضبوش فواتير والدولة كانت في ناس بتدفع ونس من بتدفع في قصص طويلة عريضة القطاع ما قلوش هي أناظم يعني القطاع فلتان هيدا المشكلة من هون خلق بمحلات صندوق النقد معه حق وفي محلات نحنا ما بنينا دولة كنا عم نعمل استنسابية ومحسوبيات وهذا اللي وصلنا له فيش محاسبي واضح صندوق النقد لاني أركيدي هو مش صندوق رحمة هو صندوق رأسمالي هذا هذا بيربح ما بيخسر هذا متل بيدين مصالي بالفايدة يعني بس هو بيعمل رشدة يعني بتروح لعند الحكيم نحنا بنكون مرضى واحد مريض بروح عند الحكيم بيجي الحكيم بيعمل له رشدة بيقول له بك تعمل لها الشغلة بك تتنع لأكلة بدك تجيبها الدواء بدك تعمل رياضة بدك توقف كذا بدك تاخد كذا في رشدة بده يلتزم فيها صندوق النقد الدولي لو يعطينا مصاري بيلزم لنا برشدة وصفة إذا ما لتزمنا الوصف ما بيعطينا أوكي واضح الأمور دكتور نعم يعني صندوق نقد الدولي بينظم لنا الإدارة المالية تباية البلد لا يقدر يديننا نعم بنظمة ليحرص على أنه نحن إذا عطانا مصاري بدنا نقدر بتأكد أنه نحن بنقدر نردله مصرياته مع الفادي أوكي يعني ما بيعطي مصاري على الهوارة ايه صح دكتور يعني اللي أنت عم بتقوله حضرتك أنه بما أنه صندوق النقد الدولي بده يعطينا مصاري يعني نحن عندنا دولي عندنا إرادات عندنا إذا بدك ثروي ما بمكان ما لأنه لأنه بالنهاية الصندوق عارف أنه نحن رح نرجع له إياهون المصاري وإلا ما كان حيعطينا أصلا مظبوط حضرتك قلت هاي أوكي معناتها وتصديقا يعني نحن كأنه كنا إدارة فاشلة لبلد مش البلد الفاشلة إنه نحن الإدارة طبعية كسياسيين كإداريين كشو ما بدنا كاننا إدارة فاشلة بتذكر بلد بأوروبا يمكن مدري بأوروبا شرقية رفضت صندوق النقد الدولي كانت فائستها عملت تقليص بالمعشات وتنظيم حيالله متاعدة ونجحت بهيدا الشيء بس راح معا نبالي اسمه نحن لو عن جد جد عنا يمكن إذا بدك ضمير أو ما بعرف يمكن إذا بدك عنا إدارة جيدة خلينا ما نكون آه نحن ننزح بلدنا وفرواتنا آه لك بلبنان لبنان بلد مش مفلس لبنان بلد غني ببنان بسر وعنده وعنده أمكانيات وعنده أراضي وعنده أبني وعنده ممتلكات أهم بكتير من الديون الأعلان لكن نحن عنا سوء إدارة عنا نظام سياسي فاسد عنا نظام اقتصادي مش واضح كيف النظام السياسي نحن عنا خربين النظام الاقتصادي لاحه لأنه نحن مثل ما بيقولوا مثل ما بيقولوا الكنيسة الخربين من الأسيس أو العكس ما بعض كيف يعني بالتالي بس يكون عنا إدارة صحيحة نحن بيصير عنا نظام صحيح بيخلق عنا انتاجية نحن عنا مشكلة قائمة بإدارة البلد يعني هلأ بتطلع عني أنه بشوف أنه كان كل ما يجي يعني حكومي أو حدا دار البلد بهمه هو يبين من ليه ومش فرقة معه إذا ركب ديون ولا لا كانوا معتبرين بالسيبة وهي القطبي الأخطر لأنه نحن الشر الأوسط رايح على السلام وعلى مفاوضات السلام وبالتالي قداش عليك ديون ما عليش بكرة لح يستير السلام وبيسمحوك بالديون الأمم المتحدة والدول الغنية بتتبع لنا وبالتالي يكون كل واحد شو أعمل صفقات وتسفيد منها أخذها سحطانا على قلبه هكي كان الجاوب لكن هيدا الحقي كان بالتسعينات وكمل ميت رابين خرب السلام وقته وكان مفاوضات مدريد بـ 93 بلشت من الـ 91 92 بلشت بـ 93 ميت ميت رابين خرب السلام رجعوا بعدين قالوا رجعوا يطوروا المواضيع على أساس ماشي الأمور كمان رجعت خربت فبالتالي بعدنا كل ما إجع حدا بيقول لك أنه أنا خليني خلص التي أنا فيها زبت أموري أمور جماعتي أمور منطقتي أمور اللي حولي والدولة بتمشي ولو كيف ما تمشي بكرة بيجي ميني يوفي عنا الديون عملونا باريس واحد باريس اتناين باريس تلاتي عملوا رسالة على أساس بيعطونا كم مليار منطفوش لقدين مثل واحد غرقان بالديون بيجو بيدينو بيرجع بيصرف المصريات أبطع وقت نحنا كنا عم نشتغل هايك ما عم نبني دولة ما عم نبني سلطة حقيقية إلى علاقة بإدارة نظيفة نحنا هايدي المشكلة طائفية مع المذهبية مع النظام السياسي مع النظام الاقتصادي كله معركش على بعض ووصلنا للينا فيه لا سبب فيه أزمة هلأ نحنا لبنان دولي مش مفلسي ولبنان عنده إمكانيات لبنان بتعرفوا أنه تاني دولي بالعالم العربي يمتلك الدهب عنده دول مية بالمية عندنا عندنا نحنا تسعة ملايين أونس دهب يعني بحدود 18 مليار دولار دهب عندنا نحنا إمكانيات كتير مهمة بلبنان بس بدأ إدارة صحيحة على كل أحوال نحنا ما نسهلك في الموضوع بالواقع عندنا نحنا مشكلة المواطن والفرد اليوم نحنا عم نحكي بحقوق اجتماعية يعني عم نحكي بالعمل العامل حقوق العامل حقوق العامل تضمن له هذه الدولة كان بالقطاع العام أو القطاع الخاص حقوق العامل يعني إله حق يضرب حق يعني نقاب إله حق يكون عمله ضمن ضوابط يعني بمعنى بيأخذ أجر عشر بيكون محترم بيكون إله الراتب بدي يكون الراتب تبعه كمان يقدر يكفي مت كيف هلأ عم تقول إنه صندوق النقد ما بيدين إلا لا يتأكد هلأ أنا إذا رحت بدي أخذ أرض من الإسكان مثلا شو بيقولوا لي بالإسكان شو عندك أنت من بيجيب مصاري بيجيب 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 لا يضمنوا كل مؤسسي كل مؤسسي محترمي بدأت حافظ على مالها وبدأت طور مالها ما بتكوبش مصاري بلبنان لا بلبنان كانت تنعطى سلفات الخزينة لقطاعات الدولة المفلسية بطل فيها ترد لها سبها اللي ألاحظ أنه بالكهرباء لحاله عنا أكتر من 20 مليار معطى سلفات خزينة على 20-30 سنة إن سلفة خزينة بتعطيها هيئة دولة للمؤسسية لتردها ولكن لا أحد عم بيرد طيب كيف تبقى الدولة تنهار الدولة من هوا نلاحظ في حق الدولة بدأت تحمل الإنسان والمواطن من البطالة بتحمله تضمنه حقه يكون هو عم ينضم لنا أبات عملية بده يكون حقه بالراحة حقه بالغزة بفرصة هو عم يشتغل يعني بتنظم أحوال العامل حقه بإنشاء النقابات كمان النقاب لاش يبيعملوا نقاب النقاب اللي يصير عمل جماعي هذا حق بالأنون إنه نحنا إذا كنا بالنفرق عمال بيجي رب العمل بيفللنا واحد والتانية أو بيعطينا معاش هو بيلاقي مناسب مش نحنا أبينسب ناش وقت اللي نكون نحنا مجموعة وفي ضوابط وفي أنون وبيحمي عملنا ساعتا أبعش في أبعش في هذا بيصير في أنون عمل جماعي بالسر العملية النقابات العمالية هي مثل الاتحاد العمالي العام مثلا أو وزارة العمل اللي هي بالتنسيق مع الاتحاد العمال العام بدأت تحمي العمال في محكمة عمالية يعني في محكمة عمالية للعمال إذا حدا اشتكى لأنه بالتالي بدأت تحميهم هذا كلهم موجودين بالأنون وهو الحق هو حق نقاب لحتى يسهلوا للإنسان حياته بطريقة صحيحة وتكون بيحمى الأنون ومن هون أنون العمل شرع تأسيس النقابات المهنية لأنه بالتالي هي بتحمي هي بتسهل وهي بتخلي هذا الحق الموجود ومحافظة عليك فإذا حرية النقابي كمان فإذا العمل النقابي بحريةه إلى وجهين حرية الانتساب إنه أنا حق لي أنا كمعامل انتسب للنقابات وحر حق إني ما انتسبش إذا أنا مش عايز النقابي أبديش حدا يحميني ما بنتسب اللي بلاي حاله هو كان يستضعف الدولة يستضعفه أو صاحب العمل يستضعفه بنتسب للنقابي لحتى بالتالي النقابي تحميه وهذا مكرس بموجب المادي 90 من أنون العمل اللي بتقول إنه لكل أجير حر بأنه ينتسب أو ما ينتسب للنقابي كمان المادي 97 من أنون العمل بتقول لكل عضو أن يستقيل من النقابي حقه يكون منتسب للنقابي أو مش منتسب أو انتسب واستقال وبالتالي مهم ما فيه استقيل ويفل ما يكون برا دمته يعني ما يكونش مديون للسندوق المالية بالبند التالي عندنا النقابي عندنا فيها تعددية يعني نقابي مثل ما قلنا نقابي لعمال الكهرباء نقابي لعمال الماء نقابي لعمال التليفون نقابي لعمال كل قطاعات وكل نقابي عندها مجالها بالشغل هل كترة النقابات بتفيد أو ما بتفيد هذه فيها نقاش أحيانا بتفيد وأحيانا تضعف وأحيانا بصير يختلفوا ببعضهم وأحيانا بصير الدولة تستعملوا ضد بعض أو بوج بعض هلأ من هون نلاحظ أنه الأفضل أنه كل مؤسسة لازم تكون مستقلة حتى تقدر تقوم بعمالها بشكل حر وما تكونش عم تتضارب أهدافها مع الأخرى وبالتالي بتكون ما بيعود فيه بيع عشرية بموضوعهم يعني يعني دكتور اللحظ أنه أنه كل شي الدولة تستفيد منه يعني منلاحظ أنه كل شي الدولة بتخاول تستفيد منه يعني أكيد الدولة بس تكون القطاعات مشتتي ومفككي الدولة بس تستفيد أكتر أكيد بينما إذا كان القطاعات موحدة منظمة عم تطبق لأنون وعارفي شو بد وعملي تكتلت بمبعدها صحيحة هلأ هلأ ما زي بتكون رأيي هلأ الاتحاد العمالي العام نحن ضعيف لأنه بتعتبر الدولة أنه إلها شزء منه يعني أكتر النقابات هي يعني من يحكم يعني من اللي بيدير السلطة هن النقابات اللي علاء قبل اللي بيديروا السلطة فبالتالي صار الإمكانية يعني بصير إضرابهم وعدم إضرابهم حسب مصلحة اللي بالسلطة ومن هون بصير في مشكلة لها السبب دايما الأحلى أنه يكون النقابات خارج نطاء اللي مسترمين السلطة حتى يكونوا عندهم قدرة على أنه يواجهوهم ويحطوهم النقاط على الحروف بينما إذا كنت أنا بالنقابة وأنا تابع لحدا مسؤول بالسلطة بصير مش كتير فيني أوقف بوجه لأنه بيكون هو يا إما ولية نعمتي أو بيكون اللي علاءة معه أو كذا من هون هذا بالقطاع الخاص أسهل لأنه أكتر بالقطاع العام القانون بيمنع الموظفي الدولي عادة مثل ما قلنا قبل إنشاء النقابات والانتساب للنقابات هو دا بالمدى 15 من القانون الموظفين يعني بتحذر على الموظفين أنه ينضموا لمنظمات أو النقابات المهنية لأنه بيعتبروا أنه لا يجوز للموظف العمومي يعني موظف الدولي أنه يمارس الضغط على الدولة اللي هي موظفته بترعاوه بتتولى أمره من هون كمين سبقوا وحكيت أنا لا سبب الموظفين العموميين يعني 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 بدي أقول هلأ شو بدي بي قطاعات الخاص المستئلة بكتميزوا شغلي القطاعات المصالح المستئلة يعني عمال الكهرباء عمال الماء كل مؤسسة إلها مجلس الإدارة هاي ما عددش إدارة عامة هاي صارت مؤسسة أو مصلحة مستئلة يعني عمال الكهرباء عمال الماء عمال الليطاني عمال الرجي الموظفي أصد الرجي موظفي سكك الحديد موظفي النقل المشترك هاي دي كلهم قلهم مجلس إدارة لأنه قلهم مجلس إدارة نعم نعم كيف نعرف إذا كطاع عام أو كطاع مستقل كيف نعرف إذا كطاع عام أو كطاع مستقل أنا فكر كطاع عام صراحة لا سمعين سمعين القطاع العام هو اللي يطبع للإدارة إدارة عامة يعني ما تقول أنا موظفي وزارة التربية بملاك وزارة التربية هاي قطاع عام بملاك بملاك الهاتف يعني اللي يكون بالملاك بالدولة يعني تابع للوزارة الاقتصاد وزارة العدلية هاو منسميهون قطاع عام القطاع الخاص هني اللي بقطاع خاص خارج الدولة يعني واحد بشركة بمؤسسة بهايدي خارج الدولة التباس اللي أنتو عندكم هو المصالح المستقلة شو يعني مصالح مستقلة يعني عمال الكهرباء عمال الكهرباء هني بالدولة ولكن هني مش تابعين لوزير الكهرباء أو تابعين لمجلس إدارة الكهرباء يعني هلأ من عندنا مثلا اللي هو مدير عام كهرباء لبنان ما بعض اسمه ميشيل حايق ما بعض اسمه ميشيل حايق فبالتالي هذا هو رئيس مجلس إدارة أو مدير عام رئيس مجلس إدارة هذا قطاع مستقل قطاع عام خاص هو ولكن له خدمة عمومية يعني موظفي الرجي هو قطاع مستقل ولكن هو له وجهة عمومية يعني موظفي الماي مصالح المياه هاو دي قطاع مستقل ولكن في سلطة لوزير الموارد يعني وزير الطاقة لكن هني له مجلس إدارة يعني بس كل مؤسسة إلها مجلس إدارة بتعينوا الدولة ولكن إلها مجلس إدارة يعني بكون رئيس مجلس إدارة مفوض حكومي مدير عام أعضاء مجلس إدارة هاو صبحوا مصالح مستقلة كل حدا تابع مباشرة للإدارة للمديرية العامة تابع للمديرية العامة وبيصيروا قطاع عام فهمتوا الفكرة بس يعني عاموا قريبة لأنتم مش اقتصا سكن تعرفون بس حتى تفهموا الفكرة بس لما يجبين شكرا يعني المعلمين قطاع عام المعلمين شو بيعملوا المعلمين المعلمين ما فيهم يعملوا نقابات شو بيعملوا المعلمين أموا عملوا رابطة يعني مثلا رابطة المعلمين رابطة التعليم السنوي رابطة التعليم الأساسي رابطة التعاقدين. ليش عملوا روابط رابطة أساسة الجامعة ليش عملوا روابط؟ لأنه ما بين سمح لنهاء بالآنون يعملوا نقابي لأنه هاو دي تابعين للدولة موظفين دولي مباشرة بيعملوا روابط ليحتالوا على الآنون ليكتلوا يعملوا تكتلوا ليقدروا يحموا حقوق إذا الدولة تعسفت أو الدولة حاولت تظلمونه لأنه عادة مثل ما قال أما المصالح المستقلة أو العامين بالمصالح المستقلة والمؤسسات العامة يعني مثل مجلس الإلماء والعمار مجلس الجنوب المصالح هاو دي مصالح بيسموها مستقلة هاو عندن هي مش أكبر من الحرية بتأسيس النقابات لأنه عندن بأنظمتن شي بيسمح لهم بجزيلي على كل حوال بدي سرع شوي حدا عنده شيء حدا عنده شيء دينب نرجس طيب المطلب التاني اللي هو الحق بالتأمين الصحي وبالحصول على الغذاء مثل ما قلنا أي عامل موجود إلو حق لحتى يدل بصحة منيحة ويكون جسمه وعقله وفكره ويكون وضعه مرتاح بده يتأمله بالتالي للطبابة أمين الصحي من هون تجي أهمية أنه يكون عندنا تأمين صحي حلق نحن للأسف اليوم بلبنان عندنا مشاكل أنه كل القطاعات الصحية حتى اليوم مضروبة يعني شو يعني القطاعات الصحية إذا ما نلاحظ الضمان الاجتماعي نضرب تعرفوا ليش نضرب الضمان الاجتماعي؟ طبعا حدا منكم بيعرف لاش مضروبة الضمان نعم كمان بيرجع القصة لخزينة الدولة أنا هيك بعرف إيه دكتور إيه دكتور أنا بقول لك لاش لأنه لأنه بعضهم لحد هلأ إن كان الضمان أو تعاونية موظفين الدولة عم يدفعوا على دولار الألف وخمسمية والدولار بالسوق دولار السوق السوداء وصل للتاتة وثلاثين ألف عشان هيك بروح لموظف بدوا يعمل استشفاء أو بدوا يدفع الفاتورة بيرجعوا له إياها على أساس دولار الألف وخمس بيكون هو دافع على أساس دولار تلاتين أو أربعين أو خمسة وتلاتين أربعين نعم هذا المبدأ الأساسي اللي هو سبب المشكلة بس الضمان نتبهوا نرجع نتبهي الضمان مصالح مستقلة الضمان إلو مجلس إدارة بس الضمان خاضع لأنون العمل بوسائة وزير العمل شو اللي حاصل بالضمان الضمان قطاع خاص صح مش عم بيدفعوا كلهم آه دكتور نعم مش عم بيدفعوا كل القطاع الخاص الشركات بالقطاع الخاص مش كلهم عم تدفع كمان حسب معرفة مش بس القطاع الخاص عم بيقاتش خطيك لولا آه أوكي عم بيقاتش خطيك بس بس الضمان الدولة كل الموظفين بالدولة فيه كتير موظفين الدولة خضعين لنظام الضمان يعني هي بدخلهم بالضمان بس شو عم تعمل الدولة مش عم تدفع عليهم للضمان الاشتراكات هل هون الاشتراكات نسبة 17% حسب نسبة قداش نسبة الاشتراكات حسب الراتب يعني الحد لأدنى للأجور قداش ونسبة الحد لأدنى للأجور فيه نسبة مئوية بده يدفعوهم عن الزوجة وعن الأطفال وعن الشخص المضمون بالنسبة للاستشفاء وللنهاية الخدمة وللضمان يعني اللاحي الصحي فهو دي كلهم إلو النسب من الرواتب القطاع العام الدولي بتدفع عنهم الدولي اللي حد هلأ مديوني مديوني بـ 5000 مليار 5000 مليار للضمان يعني الضمان له مع الدولي 5000 مليار كانوا 5000 مليار قبل ما يتغير سعر الدولار وهو كلهم أدي قدمة يعني بحدود 3 مليارات ونص دولار 3 مليار ونص دولار هو ديون الدولي على ديون الضمان على الدولي الضمان كان يعتبر أن هذا المبلغ لحالهم أكبر رأس ميل عنده ليعطي تعويضات ويدفع لأنه كانوا عائمتهم بالدولار وقت النهار قيمة الدولار قياسا للدولار صاروا 5000 مليار تابعه بطلوا يسوي اليوم 100 مليون دولار أو 200 مليون دولار بينما كانوا صبايا شباب كانوا 3 مليار ونصف دولار لأسه بطل الضمان في اليوم يدفع عم بيحكيكو هوا على القطاع العام أضف أنه هلأ الموازنة بالدولة ليس مسموع بالموازنة إلا أنه يسعروا على دولار 1500 هلأ بطل حدا يقدر يدفع حق الدواء على دولار 1500 لا الصيدلية ولا الشركة الأدوية ولا المستشفى ولا العملية بعد فيهم تقبل المستشفى أنه تعمل معالجات طبية وتحسب الدولار على 1500 لأنه صارك مش طبيعية الحكومة تنهار أي مؤسسة تشتغل على 1500 وهي عم تدفع بالفرش دولار كان بـ 3 أو هلأ بـ 20 أو بـ 25 وبالتالي في فارق كبير كبير 20 مرة هذا الأزمة وصلنا لمحال تعاونية الموازنة بالموازنة نسبة مقاوية كمان بالليرة اللبنانية كمان قياسا على الدولار مش بس تعادل الجيش حتى المؤسسات الضامنة حتى الشركات الخاصة اللي بتاخد كانت اللي بتحسب للمضمونين أو اللي بنتسبوا لها كقطاع ضمان تأمين صحي على 1500 ما عد فيها تتعالج حتى تأمين السيارات اليوم الحوادث والتوريسك وغيره كله ما عاش يمشي بهذه الطريقة لأنه بدأ الدولة تغير نطاء موضوع الدولار الجمركي والدولار اللي هو سوء السوداء يعني بده يصير توحيد يعني ما فيها تمشي الدولة صبايا وحسن ما بعرف إذا معنا غير حسن نحن وابراهيم فما فيها تمشي الدولة والدولار عنا 4-5 تسعيرات دولار 1500 دولار 3900 دولار 8000 دولار سايرفي دولار سعر سوداء دولار كيف بتمشي ما بتمشي الدولة هاي وبعده عندنا بالنظام العام بالأنون العام عندنا بعده أنه الدولار 1500 هيدا المشكلة اللي وصلنا اللي نحن فيه ومن هون صار في عندي كل هالخلل القائم وبطل فيه التزامات وبطل حدا يقدر يلتزم بهذا الجانب وصار المواطن ضحيه كنا نحن مضمونين بنسبة 90% صار اليوم بالكاد الضمان يدفع 10% والمواطن بده يدفع 90% ومن هم بده يجيبه 90% بالوقت اللي ما عاشوا ما عاشوا اليوم بالكاد يقدر يكفي يومين أو ثلاثة ومن هون وعنا بأزمة كنا بأزمة بس إلى علاقة بالسكن وبالغذاء وصرنا بالصحة وصرنا بقصص دانية طويلة عريضة ومن هون بلش يتخفض مستوى الدخن وبلشنا نروح على الأزمات الاقتصادية وبلشنا نشوف الدول اللي هي كنا نحن ننتقد إنه السرلانكي إنه كذا إنه كذا لأ هلأ صرنا نحن يعني صارت السرلانكي ما عاشها أفضل من أي موظف في لبنان واضح شركات الخاصة عم بتحدد الدولار مثل ما هي بدأ يعني بس ما رأتقبض للموظفين هي بتحدد سعر الدولار قديا حسب ما بينسبها طبعي هلأ الشركات الخاصة إذا إجاها المصاري بتجيها المدخول بالدولار الفراش بتدفع ما عندها مشكل بس الدولة الدولار عندها بعده 1500 إنه هون الأزمة فيه أزمة لا الدولة قادر تدفع على الدولار الفراش لأنه عم تجبي على مشكلة الدولة وين اليوم بعدنا عم نحكي إنه بياخدوا الكهرباء بعضهم بيحسبوه على 1500 كل الدولة بمدخيلة بتاخدوا الدولار الجمركي بعدها 1500 بتاخدوا الضريبة بتاخدوا بوزارة المالية بتاخد كله على 1500 بطل في عندها تحصيل مالي جبايات مالية فمنهارة الدولة هيدا اللي حصل لها السبب هلأ وعين بالأزمة هلأ بمنقشة الموني ووزني إذا بتلاحظوا صاروا أسبوع بيهربوا من الدولار الجمركي يعني قداش بدوا يحددوا الجماريك لأنه الدولار الجمركي بيحدد قداش الدولار بدوا يصير يعتمد بكل الدولة ولهد هلأ مش عم يقدروا إنه كيف بيحددوا هن الدولار الجمركي على سعر 15 ألف والدولة بعدها ما عاشي على 1500 أنا الدولة بتقبضني على 1500 وبدأت تدفعني الضريبة على 15 ألف ببعوش في عدالي لنا الدولة قادرة ترفع لي راتبة ولنا قادرة تكمل بدون ما تاخد الضريبة على 15 ألف هذا التناقض هو اللي مخليهم صاروا نجمعة كل يام بيقولوا طلعوا تابعوا الأخبار إنه الحكومين صاروا نجمعة كل يام بيقولوا إلا جلسة الغد ترحيل الدولار الجمرك ليتفعوا هل هو 10 ألف هل 8 ألف هل 15 ألف هل 1500 يعني بعدها حد هلأ مش عم تفعوا إنه بعد الرؤية مش واضحة عند الدولة شو بدها تعمل للمستقبل بموضوع تحصيل الجبيات لأنه هي اللي بتقرر الموازنة هي واردات ونفقات في نفقات كبيرة وما فيش واردات وبالتالي كيف بتكمل الدولة كيف بيعطوا معاشات محل غالة عم يطبعوا مصاري بيطبعوا مصاري بيطبعوا مصاري من اتباعة فإذا عم يطبعوا مصاري من اتباعة يعني عملين عم يصير تضخم قائم هلأ الموضوع تراجع سعر الدولار تراجع ظرفي لأسباب له علاقة أنه فيه انتخابات في بنائش الموازنة ونواطين الدولي والدولة عم تحاول تسحب الليرة من السوق لأنه فيه تضخم مالي 45 ألف مليار ليرة موجودين بالسوق بالوقت اللي كان عندنا طبيعي يكون فيه 5-6 ألف مليار بين ما يكون عندنا 5-6 ألف مليار بالسوق وبين ما عندنا اليوم 45 ألف مليار بالسوق فبالتالي صار فيه كميات كبيرة من العملة الوطنية هيدا السبب خليها تنهار لهذه الطريقة طيب دكتور الدولار الجمركي مش المفروض انه اللي عم بيجيبوا بضاعة من بره أو عم بيستوردوا هن اللي يدفعوا هيدا مش موارد للدولة لحتى تقدر تعطي الرواتب للعمال مبلع مبلع نوها بس لايكي شكلي هلا إذا قالوا بيطلعوا الدولار الجمركي يعني عمليا كل المستورد من بره بدون يدفع علي دولار على دولار 15 ألف شو بيصير إذا بدي أنا عندي الدواء علي إذا بدي أفطرد أو المواد الغذائية أو السيارات أو أي شي بدي يجيبه من بره بدون يرتفع عشر أضعاف سعره لأنه عم حطت علي كنت عم بيدفعوا دولار الجمركي 1500 بدوا يصير 15 ألف إني في عشر مرات يعني عم بيغلوا السعر بيرجعوا شو بيعملوا بيعملوا تضخم يعني أنا إذا عم بسير السيارة كنت ب5000 بدوا يزيدوا عليها الدولار الجمركي مثلا كنت بيدفع عليها لأول بالأول 5 مليون ليرة صرت بيدفع عليها لأنه بدي أضرب 5 مليون بعشرة 50 مليون صار جمرك عليها بدي بيع صرت بدي يزيد 50 مليون يعني بيرجع على المواطن اللي بدوا يدفع النفاءات أي شي بدي أشتريه من بره نحنا كله نحنا مشكلتنا صبايا أنه الدولة لدينا ما لدينا إنتاج وطني نحنا نعيش على 85% من المستورد المستورد يعني بدنا ندفع علي ضرائب بنتفع علي تيفياء بنتفع علي جمرك بنتفع علي كذا فكله هذا بيغلع وبعضه نحنا دايما في قاعدة التوازن أنه أنا وقت بدي أرفع الضريب الجمركي أو الدولار الجمركي بدي مقبيله وارفع الرواتب يعني أنا إذا ما عاشي مليونين بدي ارفع الدولار الجمركي بدي بدي زيد الرواتب على الأقل بدي ضعفهم للرواتب هل الدولة قادرة تزيد الرواتب مش قادرة لأنه أصلا هل هي عم تدفع وعم تطبع مصاري كيف إذا بدأت زيد تطبع أكتب بتالي كما طبعنا مصاري كما الليرة بترجع تضخم وبالتالي بسرق متع طال ومثل واحد عامل حسن مبرد فهمنا شو يعني لحسن مبرد نحن لحديد هلأ بدون ما يكون عنا خطة اقتصادية خطة تعافي اقتصادي بدون ما نتفق مع صندوق النقد وصير عنا نبلش في دول صارت بأزمات بس قدرت ضبط حالة لأنه عملت اقتصاد انتاجي مش اقتصاد رائعي نحن اقتصادنا رائعي مش انتاجي فنحن كله بنستورده ما عنا شيء انتاجي سوريا اتدمرت بالحرب بس عندها كان تسعين بالمية سوريا اذا مش تسعين اثمانين بالمية كان يعني انتاج محلي لها السبب رغم كل اللي تدمر فيها بقيت محافظة على كيانة نحن نحن عنا بالعكس نحن كله مستورد حتى اللي كنا ننتجه نحن بطلنا ننتجه لأنه بنعتبر انه هيدا الزراعة والصناعة بالدواء الطويل اللي تطلع لمال فأنا بروح على التجارة التجارة السريعة ومن هون وقعنا بالفخ ماشي طيب دكتور على اي قصة عم تغلى هالاسعار هالقد لما هو الجمرق بعده هو ذاته يعني بعده كتير قليل ايه هلأ هون ما فيش عدالة يعني مش بس هيك مش قصة بس جمرق لنا نحن اليوم فالتاني هلأ نية هلأ انتو صفايا شباب روحوا طلعوا وقت كان الدولار بخمسة وثلاثين وثلاثين كانت الاسعار هيك هلأ نية اليوم صار الدولار بعشرين وبعدها الاسعار زيتها بعدها زيتها لانه ما في رقابة التجار في عنا احتكار عنا عنا شركات احتكارية بعدها هلأ نية شو عملوا مثلا بالدخان مثلا الدخان عم بعطي مثال مبارك عم بيسأل حدا انه بعدها علب الدخان علبت الدخان مثلا سعره زيته عم قوله نعقي عمي لاش فهمنا كان ثلاثة وثلاثين الدولار هلأ عشرين طب نعلمت الدخان إذا تنزل بتل مثلا إذا حقق على الدولار هلولي رفعوا سعر الدخان من المنشأ قال يعني بدل ما كان نقولي صندوق بستين دولار عملو خمسة وسبعين اعتبروا اللي نزلوا هلأ ايه بالدولار هلن زيته اللي طلع يعني هيدا في في عدم رقابة وعدم ضبط وفي جشع عند التجار في احتكار ما في سوء مفتوح ومرائب هون عم قولكم انه الدولة لا تزال هي المسؤولة لانه ما عنا دولة دكتور نحن باقي استغلال يعني بطريقة التعامل الجلمة على الكل دايما وين فينا نستغل غلمة من أسر فعلشان هيك ما نمشي خالنا صحيح والله مهدا الوقت بيفكر انه ما يمشي خال البلد هلأ المزوط بتسعره الدولة ب325 قال جميلة تنكت مزوط ب325 بالمحطات فيه بالمحطات 375 352 وطالع ليش انه في استغلال تنكت المزوط حق 16 دولار بتكلف طبعا برعاب 18 مين بيضمط بيقولك مش عاجبك ما تخدش انا عمشتل لسوداء يعني في عدم ضبط في تفلط نحن عنا كيانة دولة الى حد ما صاير منهار نتيجة هذا الواقع اللي عشناه بها مراحل الطويلة وبطل في ضمير صار في جشع وجشع التجار جشع كبير للأسف هو اللي واحد من مشاكلنا بطل المواطن صارت الدولة بلا سلطة ايه صارت الدولة احسنتي بطل السلطة الحكم بيقولوا ملح الأرض حكم ملح الأرض بطل عنا حكم هلأ صار متفلت الحكم فبالتالي هلأ صاحب السوبر ماركت وصاحب الملحم وصاحب المحطة وصاحب الصيدلية هلأ لاش عداش نزل سعر هلأ الدولار بعد الأدوية ذاتة طب ليش كيف تا بس كان عم تطلع الدولار كل يوم بحسبوك كل يوم بتطلع بيغيروا الأتيكات على الأسعار لاش هلأ ان يبطلوا بعد الأسعار القديمة آخر مرة طلعت الأسعار بعد الأسعار ذاتة يعني مش كير مريح دليل انه اللبناني تاجر وما عنده ضمير اكثرهم للأسف دكتور بالنسبة لخطة التعافي الاقتصادية يعني الزهاب باتجاه الخصخص اكثر ولا في في اشياء تاني ممكن ينشغل عليها وتساعد لحتى لنطلع من هالأزمة لكو في شي اول شي نحن بدنا نظام اول شي نظام اثنين الخصخصة ما إذا عملنا خصخصة بدون ضابط بدون هيئات نازمة بنروح على الاحتكار لأنه الخصخصة شو يعني الخصخصة الخصخصة صارت شركة خاصة هي إذا عطينا الكهرباء لأنية لشركة وبيجي هالشركة شركة احتكارية لحالة بيساعد الكهرباء على زوء وما فيش كهرباء إلا عنده عمليا شو نكون قالنا من تحت الدلف إلى تحت المزريب بدو يصير لا بدو يصير حتى إذا بدنا نخصص القطاعات بدنا نعمل لها تخصيص شراكي يعني الدولة والقطاع الخاص بيشتركوا وبيكون فيه شراكي الدولة مثلا بعطيكم مثال إذا الدولة بدأت تخصص الكهرباء شو بتعمل بتجيب شركة خاصة بتعمل إنتاج الكهرباء وهي الدولة بتدل متحكمة بنقل الكهرباء يعني العواميد الكهرباء التوتر العالي بتنقل من منطق لمنطق محافظة محافظة بتصير بإيد الدولة بتيجي الدولة بتخصص شو الإنتاج حدا بيجي بيركب موترات وبينتج كهرباء وحدا بيجي بيوزع شبكات للناس وبلوم مصاري الكهرباء الدولة وين بتدل حتى تدل مسكتهم طلقتهم إنه هي النقل هني ما فينا نقلوا كهرباء من إلى إلا بواسط الدولة حتى ما بيصر احتكال لأنه إذا عبقر بدي احتكال توقف طلقتهم هي تكون شريكي معهم هذا ما فينا نعطي القطاع الخاص تحصل للقضايا الأساسية كهرباء وماي وتليفون وإدوية يعني المحروقات الشي اللي اللي له علاقة بالخبز ها ما فيون يخصوهم لأنه بيصير اللعبة بالآخر مع عيشة الناس هاو دي بيصير في شراكة بين القطاع العام وقطاع الخاص شرط إنه يخذون القطاع العام مش قطاع مثل هلأ نية قطاع مستزلم يعني كل واحد بيجيب جامعته على القطاع العام لحتى يأمنوا له مصالح ولا نعم القطاع العام يكون بيهمه مصلحة الشخص الفرد الإنسان المواطن بإنسانيته ساعتها بنفوت صح ومنجيب القطاع الخاص بيصير بيهمه يربح يعني بطل في محابيت بطل مش أنا أنا بوصفك بالكهرباء لا تصير زلمتي أو بوصفك بالماء لا تصير زلمتي لا لأنه بصير القطاع الخاص ما له مصح يوظف حدا حتى يعمل أزلام القطاع الخاص بدو مصاري والدولة بصير الدولة هي بس حتى ما يصيرش فيه احتكار موجودة والقطاع الخاص حتى يعمل تحسين الأداء وحسن الجباية وتوفير الكلفة وهون أنا برأي هذا رأي خاص أنا أنه بيكون هذا الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ولكن بإدارة نظيفة بأشخاص بدون خلفيات سياسية بدون أهواء بالتالي ومصالح انتخابية لحتى نقدر نطلع من هالوثقة اللي نحنا واقعين فيها للأسف هي الحقيقة ماشي دكتور بس كلمال أزمة الكهرباء أغلبية العالم لأنه ما عم توجي الكهرباء كتير صاروا عم بركبوا طاقة شمسية يعني فيه أشخاص مثلا اكتشفوهن أنه هن مركبين طاقة شمسية كلمال دلال الكهرباء 24-24 جاي عندهم فاتبروهن الدولة أنه هن احتكار لشركة الكهرباء لا ما قلنا عليهم بالأنون لا هؤللي عم بركبوا طاقة شمسية هوا حقهم ومية بالمية وإلهم حق وما حدا إلو عليهم شي وما في حدا يمنعهم بس أنا بقولك شاعة بتعمل مثلا عم بيحكي بالقضاء نحن اللي أنا عندي هون بزحلة قضاء زحلة عنا كتير كتير ناس مركبين طاقة شمسية لتوليد الكهرباء اجت شركة كهرباء زحلة هلأ اخذت منهم الكهرباء هني بوالده حتى زيدي عن حاجتهم اجت الشركة يعني هنعم بلكم أهمية قطاع الخاص بسيكون عنده عقل منتج اجا اسعد نكد يعني اللي هو رئيس الشركة اشترى منهم يعني هو اخذ منهم الطاقة اشترى منهم الطاقة اللي عم يولدوها وشركوا معه وبيعطيهم حقها وبالتالي وفر على حاله هو مزوط ومحروقات واما عنده طاقة انتجية اكبر من خلالهم يعني فيه كمية كبيرة موجودة عندنا في المنطقة بيعمنوا طاقة شمسية بانتج محلة على البيوت اخذوا منهم هو اشتراهم منهم الانتاج وعم يوزعون كهرباء للناس وبيعها هيدا امر كتير مهم وهيدا اصلا لبنان واحدة من مصادر الحلول عنده هي طاقة الرياح طاقة الشمس طاقة البخار عنا طاقات كتير نحن نعم طاقة كتيرة في عنا كتير اشي فينا نسئل ما بدل الطاقة الكهربائية اكيد اكيد عنا بالطاقات الشمس طاقات الرياح طاقات الهواء كلها كلها هيدين في عنا كتير شغليات فينا نستفيد منها يعني بالشتاء من الرياح ومن الهواء ومن العواصف وبالصيف من الشمس وهيدي مسألة وسهلة في امكانية عندها كلفة اولية وحدة وبعدها بتصير رخيصة مثل طاقة تسخين الماي كمان وغيرها وكلها موجودة وهذا امر هون تبلش الدولة الدولة الحديثة تشتغل ماشي نحنا زركنا بالوقت صباح هذا عنده شيء لانتقل العدال الاقتصادية علو لا دكتور شكرا شكرا ايه دكتور فيك تكاعد صبايا معي انتو عم بروح الخط دكتور سمعينك سمعينك دكتور لانه عم حس عم بيروح نعم نحنا هلا بدنا نفقت على المبحث التاني اللي هو العدال الاقتصادية شو يعني العدال الاقتصادية العدال الاقتصادية نعم امور الناس والمجتمع وبتعمل لهم ربط وخصوصي نحنا بلبنان مثلا عندنا نظام اقتصادي حر نظام الاقتصادي الحر يعني في حرية خاصة وشخصية وحتى ما صرش في فواري بموضوع الناس يعني في طبقة غنية وطبقة فقيرة من هنا بتجي التشريعات لتعمل هالمساوية يعني بتردم الهوة يعني التشريعات بالنظام الاقتصادي الحر الدولي لها دور كتير كبير بتشريعات يعني الفقير بتخفف عنه الضرائب والغنية بتعليله الضريبة وهون نعمل مثلا نظام نظام الضريبة التصعودية نعلم شو يعني الضريبة التصعودية ايه دكتور هاي السبوية ضريبة ضريبة التصعودية كما يكون عنده هو داخل اكبر كما يكون نزيد الكيمة في القيمة المضافية او مثلا انه الديه بيقبض الديه بيقبض هو الشخص بيسيب نزيده على الضريبة صحيح هيدا هيدا امر كتير مهم انه مش معقول يكون الضريبة على اللي بيقبض مليون بتساوي الضريبة على اللي بيقبض عشرين مليون اكيد بدي يكون حسب النسب المعاش او الراتب او الانتاج من هون نعطي مساوية لها السبب لانه نحن المادة السابعة من دستور لبناني بتنص على انه كل اللبنانيين متساوين امام القانون وبيتمتعوا بنفس الحق مدني وسياسي وبيخضعوا وبيتحملوا كل الفرائد من هون نلاقي انه نحن مبدأين مبدأ المساوية والعدالة ومبدأ عاملها الكوية والتقدم الاقتصادي العدالة هو المساوية فقط مش بالمنافع المساوية ما بتكون بالمنافع كمان بتكون بالتكاليف مثل مقالنا الضريبة وخدمة عسكرية يعني اذا كان فقير بدوا بيخضو على الخدمة العسكرية واذا معه اذا كان غني بيدفعوا بدل وبطل يروح لا بد يكون المادة 29 من العالم لحول الانسان بتقول لكل فرد علي واجبات ازائي الجماعة وبالتالي من خلالها لحتى نقدر ننميله شخصيته له السبب مثلا وقت كان في عنا التجنيد اجباري كان المناسب اكتر انه ممنوع حدا ميروح على التجنيد اجباري مش انه انا اذا معي مصاري بيدفع للدول مصاري وبنعافى من انه يفوت على الخدمة والفقير بس بيروح يعني بنقطع عن شغله بنقطع على اذا كان عم يتعلم والغني لا بيدال هذا بصير فيه هون فوارق لسبب المبدأ المساواة بدأ تكون مساواة على الكل وبالتالي الدستور اللبناني الشرائع كل الامور الاعلانات العالمية الموسيق كلها بتنص حتى الاديان السماوية انه يكون في مساواة يعني الظلم يتنافى عادة مع الحرية وكذلك الامر يتنافى الظلم مع العدل ومن هون فينا نقول انه او يظهر عنا الشيء له علاءة من هون بيبلش يطلع عنا انه العلاقة الاوية بين الحرية ومساواة تتكامل حالما يتوفر لالهن الحرية والمساواة الجو الديمقراطي المناسب از من الممكن ان يكون الناس متساوون تماما في ظل نظام استبداد لكنهم مع ذلك ليسوا احرار يعني بتساو بالنظام يعني الظلم مثل ما بيقولوا ظلم بيسوي عدل بالرعية حتى اذا ظلم بعض فبالتالي بيكون عدالة حتى الظلم مثل نقول نحنا بدنا ظالم عادل يعني ظالم عادل يعني بيطبع لأنهم بطريقة حتى لو كان عم يظلمنا لكن عم يظلمنا مثل بعض يعني بالتالي بيصير في عدالة مش بيكون في استنساب فإذا المساواة هي اساس للحريات وبالتالي قاعدة قانونية هيدا العدالة تطبع على جميع الافراد دون تفرئة بدون غير مساواة بتطبيق القاعدة القانونية لا يمكن لا يمكن أن يكون عند حرية الرأي مكفولة في المجتمع ومن هنا منلاحظ الحرية ليست حرية فرد لحاله إنما هي حرية رأي رأي المجتمع فالموس سويت عملية بوجهها العام تعني عدم التفرئة وانتفاق التمييز بين الأشخاص في الحقوق وحتى في الوجبان لأي سبب إن كان باعتبار إنه الناس بيخلقوا مثل بعض ومتساوين بالطبيعة وبالتالي يجب أن يحصلوا على نفس الحقوق مثل بعض هذا بالواقع أما لجهة التطبيق بالواقع إنه الناس يجب أن يكونوا متساوين وعندوا نفس الحقوق والوجبات هذا الطبيعي أما بالتطبيق مبدأ المساواة تشمل عادة المظاهر في شيء اسمه مساواة أمام القانون في شيء مساواة في مساواة أنه نحن نستفيد من خدمات المرفق العام وكمان مساواة أمام التكاليف والأعباء العام يعني وقت البول أنا مساواة في تولي الوظيفة العامة أنه كل الناس تقدر تتولى نفس الوظيفة في لبنان لا يوجد مساواة مثل ما قلنا لأنه النظام الطائفي والمزهبي يمنع في مساواة يجب أن تكون بخدمات المرافق العامة يعني كل الناس بتستفيد من الدولة مثل بعضها كمان لدينا بعض الفئات والتصنيفات بتخلي الناس لا تستفيد مثل بعضها في مساواة أمام التكاليف والأعباء العامة يعني بمعنى أنه الدولة وضرائب الدولة وإدارة الدولة بتفرض هيكلية معينة كمان الناس لازم تتسوي بالنسبة لمبدأ العدالة العدالة منع حق مختلف عن الحرية ومساواة هي نتيجة لكل منهم قضية العدالة هي من الأضايا الأكثر أهمية والأكثر تأسيد بتطور الحياة البشرية وهي اللي بتأثر أكثر وبتعمق لجزورة هي مثل المساواة بالوجدهن المساواة بتكون بمعنى أن تكون بعدالة وكرامة الإنسان يعني معنى عدل الشيء أي قومه وجعله مستقيما يعني العدالة يعني الاستقامي العدل يتكز على الحق يعني إعطاء كل زحق حقه عدم الظلم عدم الافتئات على الحقوق عدم الظلم والجور والتظلم فإذن هذه أضايا أساسية وهذه غالبية الفقهاء الإسلاميين والمسيحيين والقانونيين بيعتبروا أن العدل أساس الملك يعني العدالة يجب أن نتعد عن المزاجية عن الهوى عن الاستنسبية قد المستطاع وكما نلاحظ بالموضوع القرآني يعني بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم يعني حتى بالأديان الحكم بد يكون في عدالة عامل القوة والتقدم الاقتصادي العامل القوة مهمة يعني الشيء عادة القوة وسيلة غاية معينة بذاتها ومن الصعب أنه نشوف أنه دولة تنفئ أموال وطاقات لامتلاك الكوة لمجرد أنه بس لا تستعرض قوة لأن القوة أحيانا تكون مرغوبة وموهوبة ومرهوبة وبالتالي القوة ليست مطلقة منا مطلقة بل نسبية ما فينا نقول والله هذا الطرف أو ضعيف إلا بإطار هو قوي بالنسبة لشو وضعيف بالنسبة لشو الفكرة العامة أنه الدولة تكون قوية بمدى قدرتها على التأثير على الآخر أو بسلوك الآخر ومن هاو فينا نقول أنه القوة من أهم العوامل اللي بتأثر بحياة البشر وبالتالي منلاحظ أنه قضية الحضارة الإنسانية مرتبطة بالقوة فلولا القوة لكيانت الحضارة الإنسانية مجرد حلم يعني بالتالي مرأنا مرأ علينا أقوام ودول ومن هاو منلاحظ الدولة القوية بتحوي ناسا بتحوي الدولة الفقيرة تظلم حالها وتظلم ناسا ومثل ما هو صيبنا في لبنان في لبنان التطبيق لأنه صار استنسابي هلأ بالدول العربية أمريكا بتطبق عليهم الأنظمة تبعها اللي هي بتكون تعسفية بينما على مواطنيها بتطبق لأنه صح لأنه ما بتسترجي بمواطنينا لأنه بتخضع على توازنات بينما بالدول الفقيرة بيصير السلطة ومن يتحكم بالسلطة بتضريضة الدولة الكبرى يدل حميت له مؤسساته وبالتالي بيتنازل يمكن عن كتير من عناصر أوتو لحتى يخليهم راضين عنه وبالتالي من سنة ثانية ثلاثة وقتل إجرى ترامب على الخليج وكان عم بيهدد سكان حكام الخليج فاتطروا يعطوه مصاري مثل ما بدوا يدل بس ما يقزيهم أو يخربط لهم أنظمة الحكم وبالتالي اضطروا أنه يتنازلوا عن كل ما عندهم لاش لأنه بيعتبروه هو صاحب قوة هو مرهوب الجانب وبالتالي ما بيسترجوه يزعلوه فإذن القوة بهذه الحالة عم تكون وسيلة الضغط وإكراه بتعطي صاحبها إخضاع الآخر وفرض السيطرة عليها هل أنواعي القوة هي كثير ومتعددة ويمكن من باتجاه واحد هي كثيرة لا تعد ولا تحصى عنها ولا تقتصر كما يتوهم البعض على القوة المادية أو العسكرية أو المعنوية أو السياسية أو القصد كل هذه قوة في واحد يكون قوي ماديا في واحد عسكريا في واحد فكريا في واحد بحرية الرأي في واحد قوي بالسياسي يعني مثلا هل أني فين يقول دولة الكويت دولة مهمة بالسياسي ليش لأنه عندها برلمان وحكومة على طول في انتئادات وبالسنة يمكن تتغير الحكومة مرتين ثلاثة عندهم لأنه في عندهم نشاط سياسي مهم من هنا فين نقول ليس صحيحا أن كل قوة تخلق شرعية يعني مش كل قوة بتخلق شرعية بل أنه بإمكان قوة أن تخلق شرعية لكن القوة بتخلق شرعية وهنا لا بد من الإشارة إلى علاقة القوة بالأنون وإلا إذا تركض القوة بدون ضوابط منصير عن ساعتها بشرعية إذا قوة بل ضوابط أبعش في أنون صرنا بشرعية من هنا القوة بدأ ضوابط لممارسة القوة بدأك ضوابط اللي بيضبط اللي بيحط الضوابط للأوي هو الأنون ومن هنا يجت القوانين لحتى تعبر عن ضابط إقاع حتى الأقوياء ما يتحكم وبالضعفة وبالتالي يسلبوهن حقهم وبدون الآنون بتصير القوة غايب حد ذاتها وبدون القوة يصبح القانون مجرد قواعد عملية لا قيمة لها فالقوة والقانون عمليا في نقول ليس سوى وسيلتين ما إلونش معنا بحد ذاتهم ولكن بالهدف اللي بالتالي بيطمح الإنسان لتحقيه عبر التنظيم السياسي فالتنظيم السياسي هو إطار من القوة مع أنون بشكل عادي اللي بيخلق لتنظيم السياسي هاي دي بالموضوع برجع عندي الثاني عم بيحكي عنصر القوة عنصر التقدم الاقتصادي هو الدول القوية الدول اللي عندها أنظمة وتحديدا دول اللي عندها نظام ليبرالي ويكون دولة دولة ملائمة الديمقراطية فإزان الدولة اللي عندها ليبرالية اللي عندها حرية بتكون أكتر عندها ملائمة الديمقراطية لأنه بالتالي بيكون عندها قوة من ارتكز على واقع فالازدهار الاقتصادي عادة بساعد على الاستقرار السياسي وبيؤدي أنه يصير عندي تأمين لمطالب ولغيات ولأهداف والدولة الغنية عمليا تقدر تأمن ضمانات اجتماعية بمختلف الأمور وهي قادرة أكتر على أنه تبني مستشفيات تبني تأمينات صحية تكون عندها جامعات عندها مدارس عندها مكتبات حتى بتأمني مجمعات سكنية للناس بشكل رخيص وهادف وبالآخر فينا نقول أن الاكتفاء الاقتصادي والفراغ للتفكير هني شرطين أساسيين للرجل الحل مثل ما بيقول العالم الإنجليزي هارول بلاسكي وكل ما كان الاقتصاد متوسع وحجمه كبير بيشعر الناس أكتر بلوف في الاقتصاد يعني بيكون في رخاء الاقتصادي بيكون في ميل بيكون في فلس عمل وبالتالي بيصير الناس بيعيش بوحبوحة وكل ما صار مثل ما عنا هون قلت مصاري ورويت بقى بتكفيش وما فيش وظائف وبطالي وكذا كل ما الناس صارت راحت على المحاكين وبالتالي على الهجرة وعلى أنه الناس تصير عندها مشكلة أكبر في أكبر وعندها قلت سائل بنفس وكل هذا على الجريمة متعلق نعم وعلى الجريمة شو قلت الجريمة على الجريمة طبيعي ما هو كل ما كان المجتمع فقير وكل ما صار في مشاكل اقتصادي ثم الجريمة بتصير تتطور لأنه بالتالي الرحاء الاقتصادي بخلي الإنسان يبتعد عن الجريمة يبتعد عن السرقة يبتعد عن كل شي في رزيلة وبروح على مستوى استقرار حياتي بس الفقير واللي بيحس حاله مظلوم وكذا بيصير مستعد يرتكب الجريمة اكتر او بيحس يرتكب الفاحشة وهي ده المأساة كمان عندي شي بالاخير اللي هو التقدم الثقافي التقدم الثقافي كمان وحدة من مكائز الدولة الاوية يعني كل ما كانت الدولة فإذا اوية قوة واوية بالتنظيم واوية بالانون واوية بالثقافة واوية بالامكانيات كل ما كانت الدولة اكتر عندها حرية وعندها تواصل وبالتالي بيصور سلوك الانساني مهزب بيصير حقوق الانسان مأمنة اكتر يعني بالدول اللي فيها حقوق الانسان بتكون وين بالدول الغنية الدول اللي عندها أنون الدول اللي عندها ثقافة الدول اللي عندها حضارة الدول اللي عندها مال وتقدم اقتصادي بيصير الثقافة وسيلة مهمة لأنه الثقافة بتدل على تطور البشرية يعني الآن انت بيروعة الثقافة الانسان وقت اللي بيكون مكتفي الحاجات إذا واحد جعان وبطنه فاضي وولاده جعانين ما فيه يفكر ما فيه يتسقف ما فيه يقرأ فإذاً بدي يكون مرتاح وباله فاضي وعنده بيت وعم يتغزى صح وعم يتأمن وعنده تأمين صحي وطبابي وتعليم وكذا أكثر بلوعة الثقافة ساعة فإذاً كما رحنا بهذا الاتجاه كما كانت الدولة أقوى وأحسن وبالتالي كما رحنا عن رفاهية وكما كانت نقص معرفة رحنا باتجاه الجهل فبالتالي بيكون عنا حقوق الإنسان عم تنهدم أكتر وبالتالي بيصير عنا إحساس أنه بدنا نروح نعمل تبعية مثل هلأنا إحنا راحين عن صندوق النقد نكون تبعين لإنده لإله لحتى يشلحنا حقوقنا ويحض من حريتنا ويرفض علينا شروطه لأنه بالتالي نحنا بدنا مال ومش قادرين نحصل مال إلا بهاي الطريقة مثل ما نروح نديم مصاري بفوائد عالي ومننزل للمدين لأنه بالتالي منكون مضطرين ومن هون منلاحظ الثقافة هي وسيلة مهمة لتبلوي الرأي عام وبتكون حجة ومنطق وبالتالي هي طريق الثقافة الدول المثقفة الشعب المثقف يعني صعب شعب قادر يصنع قراره السياسي ويشارك بفعالية وبالتالي بيكون هذا الإنسان صار إنسان مهم من هون فينا نقول الناخب العادي مثل ما بيقول العالم الإيطالي جوفاني سارتوري بيقول الإنسان الناخب العادي عادة لا يصدر عنه فعل وإنما يصدر عنه ردة فعل ليش؟ لأنه بيصير جوعه انطفض ظلمه عمل ثورة فهو ما بيعمل شيء بينما الإنسان اللي هو مرتاح ومسقف ومعلم وفاضي باله وإمكانياته منيحة بيصير يطور زيته بيصير هو يبدع بيصير هو يطرح فرص عمل بيصير هو يخترع قصص وأضايا بيصير يطور يعني بيصير هو يدقي شي جديد مش إنه صار هو ردة فعل يعني بطل بطل هو الأكسيوم الأكشن صار هو الرياكشن ومن هون كمان جون وكر بيقول إنه وظائف التعليم والتسقيف السياسي بالمجتمعات الديمقراطية وبما تتقاسمه كل من الجماعات والهيئات من جهها والحكومة من جهة أخرى هو تمكين هالمواطن من أنه يفهم حقه ويفهم التزاماته وبالتالي يفهم قيمه ومن ها نكون عم نعمل شعور انتماء لهالمواطن شعور إباء منظم فإنه نوصل لمحال أنه لا تقدم لأي شعب إذا كان جاهل وغبي ولا حضارة بدون علم وبدون ثقافي فإذن العلم والثقافي هي حصيلة الحضارة والتقدم وهو دي بكون حصيلة الاقتصاد اللي بكون منتج حصيلة القوة حصيلة الأدرة على الاستنباط وعلى الاختراع وعلى الاكتشاف مش إنه نحن ردت فعل ده إحنا لأم نكون كل ما تعلمنا كل ما تسقفنا كل ما تطورنا أكتر كل ما مجتمعنا راح بهذا الاتجاه كل ما كنا عم نصير دولة قادرة وغنية وفعلي واضح هيدا عمليا نحن لهاوم نكون وصلنا لختام يعني رغم إنه استعجلنا بس للأسف كنا مضطرين لأنه ظروفنا كانت شوي درس طويل وهيدا اللي حصل ماشي حدا عنده شيء ايه دكتور بدي أسأل على المستغل عفوا بالنسبة للضريبة التصعودية كيف ممكن يعني كيف ممكن بلبنان يشتغلوا عليها إذا أغلب الشركات والمؤسسات بتقدم دفاتر مزورة للدولة بمعنى أنه بتتهرب من دفع الضرائب يعني كيف ممكن تتحقق هالمسألة بالضبط دفترين دفترين ايه هاي مشكلتنا اليوم هاي دي مشكلة الدولة عمليك دولة الدولة عنا فيها فساد ببطل يعني في دول تحترم حالها إذا بيكتشفوا إنه في دفترين بيلغوا له الشرك إذا يعني لاش فيه فيه تفتيش قضائي فيه تفتيش عمالي يعني فيه تفتيش بالضمان فيه تفتيش بالمؤسسات إذا بيكتشف إنه فيه شي خلل ما إذا عامل سجلينه إنه بياخد الحد الأدنى وهو بياخد لنقول يعني بياخده الضريبة حسب الراتب بياخده من الضمان الضمان بياخد حسب ما بياخد راتب إذا واحد أنا عم بيشتغل بمؤسسة بيعطوني ثلاث ملايين بيسجلوني عنده الضمان إنه بياخد ستمية وخمش سبعين ألف يعني حد أدنى ليش حد أدنى لا يعطوني لا يدفعوا للدولة العشرة بالمئة من الحد الأدنى مش العشرة بالمئة من الثلاث ملايين فهمنا شو؟ هذا تهرب هون الدولة وقت اللي بتكتشف وهاي أهمية أجهزة الرقابي والضبط وبدون فيه ممالقة وبدون فيه مسايرة وبدون فيه أيد وإجر إنه تسندلي لحملك إنه غطي علي إنه توصفي إنه والله بسيرنا بالمؤسسات تبعنا أو بحسبناش على الأخطاء يعني هون نعم نعم ونحن مشلتنا دولة منهوبة نحن مش دولة مكسورة نحن مش دولة فقيرة نحن دولة منهوبة بس يصير عندنا الدولة صحيح وضعها مبنية على أسس سليمة أنا بقولكم نحن من الدول المهمة بس للأسف حتى الآن كل شيء ما ألغينا الطائفية وخلينا ندل متغطيين وقفعنا ساعة بالطائفية وساعة بالمذهبية وساعة الزعيم الوحيد وساعة المدرشوة مش دولة قانون إن القانون يحكم العلاقة القانون هو اللي بالتالي بينقذنا مش الممالقة اللي صايرة عنا ساعة أنا بقولكم بيمشي الحال بس هاي متل ما عم تتفضلي من دال متل ما نحن بالأسف ناشي آآ دكتور بس لو سمحت لمجلس الفرع نعم كتابك كتابك ايه الكتاب ما هو تصار بمجلس الفرع بمجلس الطلاب الآن بقتسألوا رفقاتكم ما بعرف أنا ابعتم من زمان الكور موجود نحنا جبناه أول ما نزل بس من مكتبت النبيل مش بالجامل آآ اوكي هيدا 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 أنا بعتم فيكن تتابعوا مع زهراء دياب اللي هي زميلتكن بعتم بعتم ببيد اف عبرها لأنه هي من دوبة وهي قالت وزعته واللي بده بيتواصل مع اللي معه ببيد اف بياخده أو بيسحبه عبر عبر شؤون الطلاب أو عبر مجلس الفرع أو عبر النبيل مبعرف يعني بالآخر موجود شكرا دكتور الله أعطيكم العافية مشوفكم خير وعافية عني سؤال بس فضل شو دكتور دكتور بس ردي أسأل نصري هلأ للمضاع الاقتصادي بالبلد وكنت أنت عم تقول عن الكطاع العام نحنا ما فينا مش نحنا طبعا قصد الدولي يعني إذا لغوا الخصخصة وقلبوا الكطاعات مثل هلأ مثلا الكطاع الخليوي مثلا قلبوا للدولة هيدا ما بينشرنا مثلا ما بي هيدا من الانهيار الاقتصادي ما بيحسن الوضع الاقتصادي بالبلد لا زينا كل شيء والدولة كل شيء نوه مش مش منظم ووضع نحنا عم نروح على الخربين أكتر أصلا قطاع الخليوي كان خاص وأخدته الدولة وقت الكان خاص كان يربح إجت الدولة يشترته دفعت حقه غالي لأخدته بس أخدته درته خطأ صار كل وزير بيجي بدخل جمعته ويوظفهم يعني حملوا وظائف أكتر ما بيتحمل وصار يصرفوا منه مصاري بالهبل لحتى كسروا هلأ اليوم عم تديروا شركة خاصة والدولة يعني الدولة عبر وزارة المواصلات الاتصالات وغيرها كسرته للقطاع وإجت الدولار نزل الدولار كمان أضرب وأضرب وصلنا لمحل أنه القطاع الاتصالات كان يدخل الميزانية العامة مليارين دولار وكسور بالسنة صار هلأ أني مكسور هلأ صارت الدولة وادا تساعده لذا اليوقف عجرائي فهمت وين كان في مليارين دولار يعطي تاني قطاع بعد الضرائب يعني كان الخلياوي هلأ أني صار مكسور ووقع ورغم أنه مع الدولة هلأ انتبه الخلياوي اللي هو كان دهب لبنان هو اليوم الدولة هو ملكية الدولة ولكن عم بيديروا قطاع خاص عم بيديروا بس الإدارة وبياخد بدل هو ولكن التوظيف وكذا بعده بعهد الوزير وهذا الخلل تبعنا أنه أنا أقول لكم بدأ إعادة ترتيب واقع مؤسسات الدولة بشكل جدي وفاعل عبر رقابة رقابة صادقة أو سليمة وتكون عندها ثقة مش إنه والله كل واحد بيجيب جماعته أو زبوناته بيجي وزير بده يعمل زبائنية بيصير يحشي القطاع بالوظائف عايز ومش عايز بيحمل القطاع رواتب بالتالي بنكسر هك عبسير يعطيكم العافية بنشوفكم بخير وعافية يلا الله يعافيكم إذا في شي يحقوني على الخاص يلا باي باي اشتركوا في القناة